على الهاتف معي المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي سيادة المستشار مساء الخير مساء نور سيد محمد مساء الخير على أستاذ المشاهدين جميعا اجتماع تحضيري هل اعتدنا دائما أن يكون فيه اجتماع تحضيري قبل الاجتماعات رفيعة المستوى التي تتم في مصر هيئة طبعا لعل حركة يا أستاذ المشاهدين يكونوا جميعا بظل الظروف بتاعة الجائحة العالمية طررنا إلى عقد مثل هذا المؤتمر التحضيري على هذا المستوى الراقي اللي تفضل فيه فخامة رئيس الجمهورية برعايته السامية لهذا المؤتمر التحضيري قبل المؤتمر الفعلي الواقع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتوجه كل الشكر لفخامة الرئيس على رعايته السامية لهذا المؤتمر سواء في صورته الافترضية أو في صورته التعلية إن شاء الله الى تنفيه شهر يونيو بإذن الله بشرط زوال الجائحة بإذن الله أو التخفف من أصابة إن شاء الله بإذن الله طيب بعد إذن عدتك النهاردة ما الذي توصلتم إليه في الاجتماع التحضيري؟ هل تم إعداد أجندة للاجتماع القادم؟ هل تم متابعة تفعيل بعض التوصيات التي صدرت عن الاجتماع السابق؟ حقيقة هو صدر بالفعل بيان ختامي في هذا الصدر هذا البيان الختامي كان محتوى ومؤدى هو الإصرار على التواصل مع كل المحاكم الإفريقية الدستورية والعليا وأيضاً المجال الدستورية هذا من ناحية من ناحية أخرى أن الرقمنة أصبحت أمر ملح في العصر الحالي والرقمنة لا تنتهي عند المسائل الاقتصادية أو المسائل الاجتماعية لا إحنا أدخلناها في المسائل القضائية أيضاً دلالة ذلك أن الاجتماع القاهرة في دورته التالتة أنشأ منصة رقمية الآن هي محور التواصل القضائي بين المحكمة الدستورية العليا وسائر المحاكم العليا في إفريقيا ما هو ده هنتكلم عنه هذه المنصة لأن احنا يعني دي حاجة خاصة جداً عايز أتكلم عدك فيها لوحدها بعد كده تماماً فالأمر بتاع البيان الختامي كان واضح في أن احنا مصررين على الاستمرارية وأيضاً إن شاء الله مأسست هذا الاجتماع بحيث أن التواصل لا يكون فقط على مستوى ما بين محكمة أو أخرى في سورة ترتوكول أو في سورة تعاون لا المحكمة الدستورية العليا قالت على نفسها أنها توطط علاقتها بكل المحاكم العليا الإفريقية وننقل تجربتنا الرائدة في مجال حماية الحقوق والحريات في كل المجالات كل ما يتعلق بحقوق الإنسان كل ما يتعلق بمكافحة الفساد كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب كل المبادئ الدستورية اللي أرصتها المحكمة على مدار خمسين سنة من عمرها أصبحت الآن متاحة للدول الإفريقية لتنهل من هذا النبع الذي لا ينضب أبداً أبداً في مجال حماية الحريات والحقوق تمام اسمحي بقى أتحدث مع حضرتك على التواصل عبر المنصة الرقمية اللي أنتو أطلقتوها دي تعتبر الأولى من نوعها في القارة الأفريقية مش كده فندم؟ أيفاً ده صحيح دي الأولى من نوعها وده يعني كانت مسألة اجتماع القاهرة في ورده الثالثة كان أهم حدث له إطلاق هذه المنصة وفي هذا السياق اسمحي يا أستاذ محمد أن أنا أقول للسياق أنه دور وزارة الاتصالات كان دور رائز في هذا المجال الحكومة المصرية قدمت دعم وعاون كبير جداً في المجال التقني في هذه المسألة المسألة مش تهلة والمسألة جديدة على إفريقيا والمسألة جديدة على المحاكم العليا فحيوسدوا كل الوسائل الممكنة لإنجاح هذا الأمر وأعتقد من يطلع على هذه المنصة الآن حسد فخر أوي كأي مصري أن يكون المحكمة الدستورية العليا كل مبادئها وكل أحكامها موجودة ما هذا اللي احنا عايزين نوضحه للسادة المشاهدين أن أنتم خلقتم مرجعية وسجلتم مرجعية لكل المحاكم الدستورية العلية بقضايا ونظريات وآراء في قضايا متعددة ممكن يكونوا هم محتاجين مرجعية فيها مش كده؟ حقيقة مبادئ المحكمة في إعلاء القيم والتي تتبناها الدول الديمقراطية ورد بصورة واضحة جدا وجالية وكما نقول دائما في إفصاح جهير بنعلن التوازن ما بين الحقوق والحريات وحمايتها وإعلاءها كل المناطق الشائكة ولجتها المحكمة كل المسائل الدستورية موجودة مبراس للمحاكم الإفريقية الناشئة والمجالس الدستورية خليليني هنا يا سيد المستشار ممكن أقول للحضرات التطبيقات كثيرة جدا في مبادئ المساواة في مبادئ التكافؤ الفرص في مبادئ المواطنة في مبادئ عدم التمييز تحت أي ظرف من الظروف يعني نستطيع أن نطلق على هذه المبادئ بعض الناس بتطلع تقول الله وهو إحنا القانون بتاعنا زي كل القوانين اللي هناك ولا دستور بتاعنا زيهم حضرتك بتتكلم على المبادئ الأساسية التي يتضمنها أي دستور على الإطلاق مش كده أفندي؟ هذا صحيح هذا المهم هذا هو القاسم المشترك ما بين أي دولة أو أي وثيقة دستورية بنعتبرها وثيقة تقدمية إحنا بنطور في مبادئها بنخلي المبدأ الدستوري نفسه اللي موجود فيه الدستور ينبض بالحياة بحيث أنه هو يخاطب الكافة وفي نفس الوقت هاجي مبادئ عالمية مين يقدر يقول أن المساواة مش مبدأ عالمي؟ مين ما بيكلمش عن المواطنة؟ عن حقوق المقيمين على الأرض على الأراضي بتاعت الدول الإفريقية؟ على حماية الحقوق والحريات بمختلف أنواعها؟ حق التعبير وحق الاحترام العقيدة إلى آخر من الحقوق كلها مساء الحقيقة المحكمة لها عشرات الأحكام في كل مبدأ من المبادئ ونحن حقيقة بنزهو لما بنطالع هذه الأحكام وهذه المبادئ وبنعرضها على المحاكمة العليا الإفريقية ماذا عن التدريب؟ هل صحيح كانت هناك مناقشات أو أن هناك استعدادات لتدريبات لقضاء لاستخدامات معينة لبرمجة لبرامج مع الدول الأفريقية؟ تبادل الخبرات في المجال القضائي له أكثر من أسلوب وأكثر من وسيلة وبروتوكولات أبرمت ما بين المحكمة وبعض من هذه المحاكم لتبادل الرؤى فيما تعلق بهذه الخبرات سواء كانت ببرامج تدريبية مباشرة أو كانت من خلال فكرة الرقمنة نحن النهاردة موجود المنصة ويسر علينا التواصل في ظل عز مكانة الجائحة قائمة وده الأمر اللي كان يحمد للقيادة السياسية أنها أصرت عليه في اجتماع القاهرة الثالث أن تنفس هذه التوصيات وتسخر الحكومة كل إمكانياتها لإحداث هذا الأمر تعرف حضرتك أنه الطلاق القضائي مسألة من المسائل أو نافذة من النوافذ اللي من خلالها بسهولة شديدة جدا يمكن أنك أنت تتواصل على كل المستوات مع المجتمع الإفريقي ومع القرى الإفريقي بالضبط أشكرك سعادة المستشار بوليس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي ترجمة نانسي قنقر